قبل يوم واحد من انتهاء مهلة تسجيل اللوائح الانتخابية بات المشهد السياسي شبه واضح لجهة التحالفات الانتخابية 63 لائحة قلة منها سجل ومعظمها أعلن وزعت على 15 دائرة أقلها ضم لائحتين وأكثرها 7 لائح في دائرة بعلبك الهرمل رسل مشهد على 4 لوائح فيما أعلن الرئيس حسين الحسين يعوزوفه عن خوض السباق الانتخابي فانحصرت المعركة بين لائحة الأمل والوفاء في وجه الكرامة والإنماء المدعومة من القوات والمستقبل لأنها ستكون تقريبا هي ميزان لمدى قدرة حزب الله وحلفاءه على الحجد الشعبي خصوصا الآن أنه البعض عمبي أكد أنه أي خسارة لمقعد شيعي يخسروا حزب الله وحركة أمل يبعال بك الهرمل هذه ضربة لهذا التحالف في البقاع الغربي أعلن عن ثلاث لوائح إلا أن المعركة بين قدبي الثامن من أذار والرابع عشر من أذار جعنا إلى 14 أذار من قبل تحالف هذه الدائرة ستكون انقسام فيها نصف يعني حسب المعلومات أنه على الأقل ستكون نصف نصف خمس لوائح تتنافس في زحلة أبرزها لائحة زحلة أضيتنا مدعومة من القوات والكتائب بمواجهة لائحة ثنائي الشيعي ونؤولى فتوش إضافة إلى لائحة زحلة للكل المدعومة من التيارين الأزرق والبرتقالي والتشنق ولائحة الكتلة الشعبية لدينا قوة حزبية أمل وحزب الله كتير متماسكة بهذه اللائحة ورئيسنا به بره حرص شخصياً بدائرة تانية يعني دائرة زحلة ودائرة الجبال على الطلب من أنصاره من حركة أمل تصويت بقوة اللي مرشح حزب الله حتى ما يصير فيه أي إشكالية بهذه الدائرة ستكون معركة كتير آسية بشكل عام في دائرة ترابلس الميني الضنية خمس لوائح وأشرس المعارك بين المستقبل وخصمه أشرف ريفي ولائحة العزم برئاسة ناجيب ميقاتي في عكار أيضاً برزت خمس لوائح فيما تشخص الأنظار إلى مصير تيار المستقبل الذي يخود معركة كسر عظم في دائرة بشاري صغرت البترون الكورة تتنافس أربع لوائح أما المعركة الأقوى فهي بين الوطني الحر والمرد المتحلف معنا بوترس حرب وفي جبيل كسروان حيث سجلت أربع لوائح لائحة الوطني الحر لائحة القوات اللبنانية في مواجهة معرفة بلائحة العائلات التي تضم آل الخازن والزوين إضافة إلى لائحة للمجتمع المدني إلى المتن حيث تتنافس ثلاث لوائح لائحة التيار الوطني الحر لائحة القوات اللبنانية ولائحة الكتاب ومنها إلى العاصمة حيث أعلنت في بيروت الأولى خمس لوائح يتوجه فيها القوات والكتاب مع التيار الوطني الحر والمجتمع المدني أما بيروت الثانية فضمت سبع لوائح لائحة المستقبل لبيروت المدعومة من التيار الأزرق والاشتراكي في مواجهة الأمل والوفاء لبنان حرزان برئاسة فؤاد مخزومي كلنا بيروت برئاسة إبراهيم من يمني لائحة العائلات التي شكلها صلاح السلام صوت الناس برئاسة رئيس حركة الشعب إبراهيم الحلبي ولائحة كرامة بيروت المؤلفة من المجتمع المدني طيال مستقبل هو القوة الأساسية ولائحته هي الأساسية اللوائح الأخرى هي لوائحة تسعى كل لائحة لأخذ خاصة الانتخابة وحلفاء لديهم خاصة انتخابة ثلاثة على الأقل إلى الجنوب حيث دوائر الثلاث في جزين أعلنت أربع لوائح الأولى تضم أسامة سعد وإبراهيم عزار أخرى للتيار الوطني الحر بالتحالف مع عبد الرحمن البزري والجماعة الإسلامية التكامل الأهلي برئاسة بهية الحريري وقدرة التغيير للقوات والكتاب أما في سور الزهراني لائحة الأمل والوفاء في مواجهة المجتمع المدني وحركات معارضة أما في الجنوب الثالث تخوض المعركة أربع لوائح بمعظمها من الحركات المعارضة بوجه الثنائي الشيعي سور الزهراني تحدي عند رئيس نبيه بره هو بالمقعد الكاتوليكي اللي بمسله الدكتور ميشيل موسى لأنه في حال قدر قدر تلاح ممكن يصير فيه خرق بالسورة يعني احتمال وارد تشهد دوائر بعلبك الهرمل طرابلس المنية الدنية صيدة جزين واكس روان أشرس المعارك الانتخابية ومما لا شك فيها أن تحالفات السادس من أيار باستثناء تحالف الثنائي الشيعي تنتهي بمعظمها في السابع من أيار فهي ليست إلا تحالفات على القطعة لايال سعد قناة الجديد